استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا وأكد رئيس الوزراء على متابعة تطورات هذا البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطع الخاص والمجتمع المدني منذ انطلاقه في إبريل 2021 من نظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني وتحويل مساره ليصبح اقتصادا انتاجيا يحضر بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام